موسيقى مشاهدين الأعزاء مساء الخير منرحب فيكو بحلقة جديدة من برنامج زوايا هندسية قطاع المقاولات يعتبر هو أحد الأعمد الأساسية في أي اقتصاد بلد بالأردن يعتبر قطاع المقاولات جزء محوري وأساسي في تنمية الاقتصاد وحتى إذا منا نحكي ممكن يكون واحد من الروافد للعوائد الضريبية للبلد المقاول في الأردن إذا اشتغل راح يشغل المهندس راح يشغل العامل راح يشغل كافة أطياف المجتمع بحلقاتنا الماضية احنا اتطرقنا لموضوع الإنشاءات في الأردن من خلال لقاءاتنا مع كثير من أصحاب العلاقة من نقيب مهندسين من رئيس جمعية مستثمري الإسكان وحتى حكينا مع المهندس عبدالله غوشي كممثل للمكاتب الهندسية في حلقتنا لليوم راح نستضيف سعادة نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب ونحكي في الجهة اللي هي فعلا بتحول كافة العمل الهندسي من مخططات وتصاميم إلى مشاريع بناء لتعكس تطور البلد وتقدمها معنا اليوم زي ما حكينا المهندس أحمد اليعقوب أهلا وسهلا مهندس أحمد أهلا وسهلا فيك سامر وفي جميع المشاهدين مساء الخير مساء الورد سعادة نقيب المقاولين ياريت لو بداية بس بصورة مختصرة تحطنا بشو هي أو تعطينا لمحة عن نقابة المقاولين الأردنيين وعدد منتسبينها والمهام اللي بتقوم فيها يعني الحقيقة نقابة المقاولين النقابة أسست عام 1987 وينتسب تحت مظلة هذه النقابة المقاولين المسجلين والمصنفين والمسموح لهم بممارسة مهنة المقاولات في الأردن وهذه النقابة يعني تعتبر رافد أساسي ومنظم أساسي لمهنة المقاولات بالتعاون مع الشركاء راعي قطاع إنشاءات وزارة الأشغال العامة مجلس البناء الوطني نقابة المهندسين والمكاتب الهندسي وجمعية المستثمرين وغيرها من المؤسسات التي تعنى بهم المقاولات وشأن المقاولات ونعمل أيضا على تنظيم المهنة والمشاركة في سن القوانين ومشاركة في وضع الكودات الهندسية موضوع التصنيف ولجان التصنيف العديد من اللجان التي نشترك فيها مع راعي القطاع وزارة الأشغال العامة والإسكان نعمل على تذليل العقبات أمام هذه المهنة ومساعدة منتسبي هذه المهنة في تحصيل حقوقهم تعلم الكثير من المشاكل التي يواجهها القطاع ولا زال يواجهها القطاع هذا دور نقابة المقاولين ومجلس نقابة المقاولين ولدينا عدة أدوار أيضا المشاركة والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي والمساهمة في كل الفعاليات الوطنية التي تهم الوطن ونقابة المقاولين كانت دائما وبشكل أساسي تقف إلى جانب الأردن حتى مع لجان نقابة المهندسين مقاطعة العدو الصهيوني ومواقفنا الوطنية الثابتة من هذا الملف تمام مهندس أحمد بداية حلقتنا إحنا عملنا تقرير ميداني وشفنا أو التقينا بعض زملائنا المهندسين في موقع نقابة المقاولين وسألناهم كم من أسئلة شو هم يحبين يسألوا للمهندس أحمد ليعقوب خلينا مع بعض نشوف التقرير موسيقى نحن نطلب من نقيب المقاولين أنه إعادة الوضع زي ما كان بالسابق قبول الشكات المصدقة مع الكفلات في حالة تقديم العطاءات وثاني شغلة كانت نقدم عطاءات شوارع بستير كوت في البداية في الشوارع القراوية إحنا مش أوروبا حتى في أوروبا ما بيسووا خلطات الخلطة كل في عدولة زيادة ويفجب أن يكون شارع استير كوت يخدم سنتين وبعدين إذا مجدي بتسوي فوقي خلطة أنا بحب أوجه سؤالي لسعادة نقيب المقاولين مهندس أحمد ليعقوب حول عقد المصانعة وهل يوجد إلو تحديثات تزامنا مع قانون البناء الوطني وما يستحدث عليه من أعمال في البناء قانون المصانعة الحالي بيعتمد أن العقد يعتقل على إنشاء العظيم فقط لا غير وما بعد عقد المصانعة في الأعمال المدنية والكهربائية والكهربائية الكينيكية كاملة هذه بتطلب حسب المادة الثامنة من قانون نقابة المقاولين وقانون البناء الوطني لا يجوز امتهان مهنة المقاول إلا من خلال مقاول إذا احنا تركنا هذا الموضوع في ضرر على المنشآت وضرر على المواطن وضرر على مهنة المقاول وعلى المهندس وإذا أخذنا في تعديل هذا الموضوع هو في فائدة للمقاول وفي فائدة للمواطن وفي فائدة للمهندس من خلال إنشاء شهادة سلامة البناء بنسأل عن تفعيل دور شركات التأمين في خدمة قطاع الإنشاءات طالما شركات التأمين بتأمن على المشاريع بالقيمة الكاملة لما تكون شركات التأمين مفعلة من ناحية الضمانات البنكية مثل الكفلات وغيرها اللي بطلبها صاحب العمل بالنسبة لقطاع الإنشاءات وخصوصا قطاع الأبنية في مشكلة في عقود المصانعة اللي هي لما بلشوا بتفعيل المادة 80 من قنون نقابة المقاولين لغاية الآن مع المجالس القديمة والمجلس الحالي بنسأل إلى متى هذه الفوضى في تطبيق المادة 8 مع العلم إذا تم تطبيق المادة 8 بشكل جيد وفق القانون الموضوع في نقابة المهندسين ونقابة المقاولين سيتم تشغيل عدد كبير من النقابتين المنتسبين للنقابتين وهذا مطلب أعتقد الجميع بطالب فيه رجعنا لكم مشاهديننا مهندس أحمد رح نبدأ هلا في الأسئلة اللي شفناها من زملان المهندسين كان أول سؤال اللي هو بخصوص قبول الشكات المصدقة والكفالات يعني الحقيقة أنه هذا فرصة أنه نوجه الرسالة للبنوك الأردنية أنه حقيقة هي أساس في دفع عجلة الاقتصاد الأردني وبالتالي العزوف عن إعطاء التسهيلات للمقاولين هذا لا يجوز لأنه عندنا مشكلة الآن أن المقاول لازم يرهن كل ما يملك حتى أنه يحصل على كفالة للدخول بالعطاء بالتالي هذا غير معقول غير منطقي عليها أن تتساهل مع المقاولين حتى يتمكن المقاول من إصدار الكفالات اللازمة قضية الشكات الحقيقة يعني الشك المصدق تم مخاطبة وزارة الأشغال العامة بخصوصه لا يندرج ضمن العقد ومخالف أصلا للعقد لكن كان معمول فيه سابقا الآن إحنا لمساعدة المقاولين خلينا نحكي لما عندهم إمكانية يوصلوا لتسهيلات معقولة من البنوك اللي هو صغار المقاولين وعد معالي وزير الأشغال العامة إلى إعادة الشكات للعطاءات المحلية اللي تقل عن مص مليون دينار وإن شاء الله أنه يلتزم بهذا وهذا يعني دفع للمقاول المبتدع والمقاول اللي ما عنده تسهيلات مع البنوك أن يتقدم بشكل مصدق بدل من الكفالة متى متوقع أنه يبدأ فعلا يعني أنت حكيت أنه معالي وزير الأشغال وعد أنه قريبا قريبا متى يعني خلال شهر يعني خلال الأيام القادمة إن شاء الله يعني هذا هو قراره إن شاء الله أنه يعني يتنفذ في القريب العاجل هناك وعود هناك مراسلات بيننا وبينه يعني وهناك تفهم من خلال وزارة الأشغال العامة أنه المقاول المبتدع ما رح يروح للبنوك ويأخذ كفالات ويأخذ تسهيلات وأيضا هي دعوة من خلالك للبنوك الأردنية للتعاون مع المقاولين خصوصا في هذا الظرف الصعب اللي بمر فيه الجميع تمام السؤال الثاني كان عن موضوع اللي هو الخلطات الأسفلتية إنه نحكي إنه بده زميلنا إنه لازم يكون مش لازم نروح على الستاندرد العالي بده يكون ستيل كوت لنتيجة ظروف البلد شو تعليقك على المداخلة هذه يعني والله أنا يعني الحقيقة معاهم بهذا التوجه لأنه يعني الخلطة الأسفلتية بحاجة إلى خلاطة ويعني هذا يندرج فقط يتحدث عن شوارع الأرياف شوارع الأرياف حتى في كل الدول المتقدمة هي سيلين كوت وفي بعض الأحيان هي يعني بتكون من الصخور وبالتالي ليش إحنا نروح للخلطة المكلفة وخصوصا إنه يعني حتى موضوع السيلين كوت هو يعني مشاريع مجتمعية ممكن إنه يشتغل فيها بشكل يدوي المقاول زائد يعني بتكون لها الطابع الريفي لأنه مش معقول أنت تروح على قرية معينة من قرانا أو بوادينا وتكون الخلطة الأسفلتية هي الميزة يكفي خلطة سيلين كوت هاي يعني مش بحاجة لأنه المقاول يكون فيه عنده والله يخلطة مركزية للأسفلت وبيقدر أنه يتعامل معها المقاول صغار المقاولين وبتفتح لهم شغل أنا مع هذا التوجه كتبنا هذا التوجه إلى معالي وزير الإشغال العام اللي هو بحط مواصفة وأتمنى أيضا أنه يصير فيه التزام بترجع السيلين كوت زي ما كانت في السابق هي سمة خلينا نحكي الطرق الريفية وهي موجودة في كل دول العالم مش بحاجة لهدر المال بهذه الطريقة وين ما راح أحط خلطة أسفلتية الخلطة الأسفلتية للشوارع الرئيسية للشوارع النافذة يعني ممكن أنك تحطها في العاصمة لكن أكثر من هيك أو في المدن الكبيرة لكن ما بلزم أنها تكون موجودة مثلا بالأرياف بك في بيت بيتين ثلاثة بيوت ممكن أن نخدمها إحنا بسيلين كوت وهذا حقيقة مشروع مشغل يعني صغار المقاولين بيستفيدوا منه وأعتقد أنه بفي بالغرض للوصول إلى بعض البيوت في الأرياف والبوادي تمام طبعا كل جهودك مهندسة أحمد مشكورة ومتابعينها إحنا يعني مع وزير الأشغال وهو دائما السؤال إحنا مع كل ضيوفنا إنه الأمور للأحسن نفس السؤال بنسأل وضيفنا إنه متى متوقع مع وزير الأشغال هذه الأمور تكون انحلت أو خلينا نحكي بيّنت إنه رح نمشي بهالاتجاه الحقيقة إحنا يعني تردد على وزارة الأشغال العديد من الوزراء ولنا في نقابة المقاولين إحنا أيضا مطالب الحقيقة كان لوزير الأشغال العامة رأي الفصل في الموضوع لأنه أنت عارف إنه هو اللي بيقرر إحنا لا نأخذ قرار في نقابة المقاولين نحن ننظم المهنة نحن نطالب للمهنة لكن يعني بالنهاية القرار لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان بزي ما تفضلت يعني حجج قوية والمفروض إنه يعني في النهاية نوصل للقرار اللي هو لمصلحة المقاولين نتحدث بحقوق نتحدث بأمور واضحة ما عليها غبار وبالتالي طبعا يعني إحنا لن نتحدث بشيء آآ ليس ذو حجة كل شيء له حجته وكل شيء واضح ومطالبنا واضح على وزير الأشغال لكن تعلم يعني أنه للأسف يعني فيه تأخير في القرار آآ يعني ما فيه تجاوب بشكل سريع إحنا بنعرف أنه يعني من ناحية المالية مثلا أنه فيه القضايا المالية مثلا لدى المقاولين وأعتقد أنه عندك سؤال مهم بهذا طبعا وهالي راح ليجي كمان شوي يعني ما فيه تجاوب بس أنا ممكن أني أتفهم أنه ما فيه فلوس وبقدر أني أتعامل مع هذا الواقع إذا كنت أعلم ما لدي من حق وما علي ومتى بستطيع أني أخذ هذا الحق بقدر أني أتعامل مع هذه الظروف وإحنا بالأرض يعني متعودين نتعامل مع الصعاب لكن أنه ما يكون مبين معاي ما تبدي أنا أخذ الفلوس قضايا كثيرة معلقة مش قادرين لقي لها حل وبادرت نقابة المقاولين في العديد من اللجان لحل القضايا العالقة بين المقاولين ووزارة الأشغال طبعا بالحق ويعني الحقيقة إحنا حلين جزء كبير من المشاكل ونتمنى أنه هذه اللجان أيضا تستمر لحل باقي المشاكل هذا يتطلب تعاون مشترك بيننا وبين وزارة الأشغال العامة تفهم من معالي الوزير أنه إحنا في نقابة المقاولين أيضا نعمل وواجبنا أنه نحل هذه المشاكل سواء كانت للمقاول أو للوزارة أو بين المقاول والاستشاري أو غيرها وغيراتها أو مشاكل بتخص مطالباته المالية تمام إحنا من يعني الهدف من كل فكرة برنامج زوايا هندسية برعاية A1 TV هو منبر ووسيلة للتواصل مع كافة المسؤولين وإيصال صوت أي حد أو أي مشكلة إنه إحنا في عنا مشكلة فعليا وبحاجة تجاوب سريع وفعلي فمهندس أحمد يعني يعني برأي إحنا هنا في برنامجنا بحلقتنا اليوم إحنا موجودين لتسليط الضوء على هذه المشاكل ومخاطط المسؤولين من خلال هالمنبر إنه في عنا مشكلة رح نيجي لهو على المطالبات المالية اللي هو سؤالنا المهم في نسمع كثير إنه في مطالبات مالية وكبيرة على الحكومة من قبل مقاولين الأردنيين لكثير من مشاريع البلد وفي منها مشاريع نوعية يعني زي المشروع للطريق الصحراوي طريق الصحراوي واحد من مشاريع اللي خلينا نحكي سبب مآسي لكثير من العائلات الأردنية نتيجة تأخر تنفيذه ومنسمع كل يوم عن يوم في تأخر بتنفيذه هذه المطالبات كم حجمها ووين وصلت وشو دور نقابة المقاولين في متابعتها مع الحكومة ومتى متوقع الدفع يعني الحقيقة أنت بتعرف أن المقاول بيشتغل بالمال بالنهائي يعني إذا لم يتوفر المال المقاول له الحق بأن يتباطع عن العمل ضمن العقد لأنه لا يستطيع أن يمول مشاريع اكسوصا المشاريع الكبيرة بالملايين وبالتالي يعني عدم الدفع للمقاول له أثار الهائلة جدا على نفس المشروع على العاملين مع المقاول والمتعاملين مع المقاول يعني حتى الناس اللي بتعاملوا وبالتالي أنت بتحكي عن سلسلة من التعطل التي تنتج عن عدم دفع المستعقات المالية للمقاولين أين تابعنا إحنا يعني المشكلة الكبيرة جدا يعني إحنا الآن فاقت المائة مليون دينار أنا التقيت مع دولة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووعدوا بأنه يتم دفع هذه المبالغ من خلال كونسورتيوم تجمع بنكي للمقاولين نحن نتفهم أنه في ظرف اقتصادي لكن أنت تعلم أنه إحنا كمقاولين لا نستطيع العمل بدون دفع المستعقات المالية لأنه المشاريع أصبحت كبيرة جدا مثل المشروع الصحراوي يعني نتحدث عن مادة الإسفلت وهي مادة يجب أن تدفع بشكل مباشر للمصفاة كاش نتحدث عن مادة الديزل اللي بتشغل الأليات وهي أيضا مادة لازم تدفع كاش ونتحدث عن الأيدة العاملة اللي لازم تعطيها أنت آخر الشهر وإلا سيتعطل هذا المشروع ويؤدي إلى يعني تعطل المشروع وعدم الإيفاء بالالتزامات المترتبة على المقاول الحقيقة يعني إحنا لا نلمس حقيقة يعني دائما أهمية لدفع مستحقات المقاولين لدى الدولة يعني قد يعتبر المسؤول أنه هذا والله مش مهم هذا ما لمسته أنا الحقيقة ويعني ما لمسته من وعود لم يتحقق منها شيء في دفع مستحقات المقاولين حتى تاريقه ما في يعني ما حدا مقدر أنه هذا سيؤدي إلى كوارث في النهاية إحنا مش فاهمين أنه المقاول أيضا بترتب له فوائد بنكية على المبالغ المستحقة وبالتالي إحنا يعني بنخرج من جال وبيجينا جال ثاني أنه أنت لما تتأخر عقديا على المقاول ستة وخمسين يوم للمقاول الحق بالمطالبة بالفوائد القانونية التي ترتب على المبالغ لديه ومع ذلك يا سيدي لا يوجد دفع إذن يعني إحنا في سلسلة متتالية من عدم الاستجابة لدفع مستحقات المقاولين حقيقة حتى أكون يعني منصف الصحراوي دفعوا لهم قبل فترة لكن أنا كمقاول ومقدم إليك كفالة حسن تنفيذ ومقدم إليك كفالة سلفة عمليا أنت يعني بأمان إذا لم أعلم أنه والله أنت لديك الإمكانية المالية أنك تنفذ هذا المشروع كيف أستطيع أن أعمل بهذا المشروع وأنا مقدم الإمكانيات المالية اللازمة من طرفي إذن عليك أنت كمالك وكحكومة أنه فعلا توفر المخصصات المالية لهذا المشروع حتى ما نتجنب كل التعطيل اللي بجري بهذا المشروع تعطيل المشروع ليس لصالح أحد تعطيل مشروع الصحراوي مش بصالح الوطن تعطيل مشروع الصحراوي مش بصالح المواطن وليس بصالح المقاول أيضا ولا العمل الهندسي سيدي وفتح هيك مشروع ب عدم إيجاد منطق لدفع المبالغ المالية أو طريقة لدفع المبالغ المالية أو مستند مالي لدفع المبالغ المالية المترتبة على هذا المشروع يعني كارثة صحيح شهريا إحنا بدنا عشر مليون للمقاولين مطالبات مالية وهناك ثلاث مقاولين يعملون على هذا المشروع وبالتالي يعني عدم توفر المخصصات المالية أدى إلى تأخير المشروع وفر المخصصات المالية أنا أخذت وعد من المقاولين على الانتهاء من المشروع قبل تاريخ استلامه مستعدين ليش لأنه فيه إمكانيات المقاول الأردن يجهز حاله لهذا المشروع بمعدات جديدة خلطات جديدة إمكانيات موجودة ليش اللي مش موجود فقط التمويل وأنا يعني من خلالك أيضا يعني بناشد رئيس الوزراء أيضا أنه يعني حقيقة هذا القطاع قطاع مهم هذا قطاع يجب مراعاة أنه مشغل قطاع بنفذ برامج الدولة الأردنية والتأخير عليه بالمبالغ المالية هذا يؤدي إلى تأخير أولا في برنامج الدولة الأردنية أنا لما بنفذ طريق الصحراوي هذا جزء من برنامج الدولة الأردنية وأنا شريك في هذا البرنامج وبالتالي أنا هذا الشريك بتضرر جدا وبالتالي بالنهاية اللي بتضرر الوطن حقيقة من عدم تنفيذ ليس فقط مشروع الصحراوي بل عديد من المشاريع الغير منظور فيها طريقة الدفع لهذه المشاريع صحيح يعني إحنا بصدومنا بصراحة نسمع من حضرتك مهندس أحمد أنه المقاول ليس أولوية بتدفع خلينا نحكي من الحكومة على المشاريع أو ممكن إذا الحكومة شوي صار في عندها ضائقة مالية إنها ما تدفع المقاول وتأجله هذا بترتب عليه ضرر على المقاول على نشاطه وحتى على العاملين فيه يعني شو حجم الضرر اللي احنا بنحكي فيه هون يعني الاعتقاد بأنه المقاول بنك المقاول ليس بنك صحيح يعني دائما فيه اعتقاد أنه الله هذا المقاول يستطيع التمويل طب من وين؟ فيه عندنا إحنا لمية معين منقدر نمول فيه من البنوك وخصوصا زي ما حكينا بالأول عن موضوع الشك المصدق للمقاولين هناك إحجام من البنوك لتقديم التسهيلات في هذا القطاع لاعتقادهم أنه هذا القطاع قطاع خطر لماذا خطر؟ لأنه الحكومة ما بتدفع شكرا لأنه الحكومة بالتالي إحنا من خلالك هذا بأثر على كل جوانب ومفاصل وبرامج الدولة الأردنية تمام ستتعطل البرامج إذا لم يتم الدفع سيتوقف المشروع أو يتباطئ المشروع حسب العقد إذا لم يتم الدفع سيؤثر أيضا على الخزينة بحيث أنه المقاول بيطلع له مبالغ تترتب على المبالغ المتأخرة وبالتالي هذا هدر أيضا للمال العام حقيقة وأيضا سيؤدي إلى عدم الإيفاء من خلال المقاول بالالتزامات المناطفي من حيث أنه ما بيقدر يدفع على موظفينه والعاملين حواليه والموردين وغيره وغيراته وبالتالي هي قافية اجتماعية حقيقة تؤدي إلى كوارث هائلة جدا تسأل شو تؤدي تؤدي إلى الكثير إلى تعطل السوق تؤدي يعني حتى المطاعم ببطل الناس يرتدوها لأنه إحنا فقط يعني لما بأخذ أنا مشروع عشر مليون وإلي هذا العشر مليون يوزع يوزع إلى موردين يوزع إلى عاملين موظفين مهندسين مهندسين الكل بتعطل سيدي السوق بتعطل تمام وبالتالي احنا يعني أمام قطاع حقيقة أنتي أعطيته أهميته على الحكومات أن تعطي هذا القطاع يعني حجمونا لأنه أنا أنا دائما أحكيها كل الدول اللي عانت من مشاكل اقتصادية استثمرت في هذا القطاع لأن هذا القطاع قطاع مشغل هذا القطاع قطاع داعم للاقتصاد ومحرك ودافع لهذا الاقتصاد ومحرك لهذا الاقتصاد صحيح وبالتالي عدم الالتفات إلى 걱정 القطاع يعني عدم الالتفات إلى تحريك عجلة الاقتصاد حقيقة وهذا حقيقة نفذتها العديد من الدول لما كان فيه كساد في الولايات المتحدة الأمريكية عارف شو عمله ضخوا أموال في البنية التحتية الأمريكية وأصبح السوق يشتغل وأصبح السوق يدور وأصبحت الحركة الاقتصادية ممتازة وهذا الحكي حصل مش بس في كل الدول الصديقة للأردن واللي احنا مخذينها مثال للاقتصاد وحليف حتى خلينا نخذ تجربة الناس الآخرين كيف خرجوا من محنتهم الاقتصادية تمام مهندس أحمد العلاقة ما بين نقابة المقاولين ونقابة المهندسين الأردنيين وهيئة المكاتب خلينا مشاهدين الأعزاء نخذ جواب المهندس أحمد بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر اذنقوا الطاولات التي أمامكم وربط أحزمة المقاعد استعداداً للحبود شكراً الأردنية للطايران في السماء عنواننا وفي الأرض استقرارنا جامعة الحسين التقنية الجامعة الأولى في الأردن المعنية في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل نموذج تعليمي نوعي خطة دراسية تلب احتياجات المهن الهندسية وتواكب التطورات في مختلف المجالات اشتركوا في القناة رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل سؤالنا قبل الفاصل كان المهندس أحمد عن طبيعة العلاقة ما بين نقابة المقاولين ونقابة المهندسين وهيئة المكاتب يعني بتعرف احنا جزء من منظومة الانشاءات في الأردن وجزء أساسي ورئيسي الحقيقة وإحنا علاقتنا كثير ممتازة وإحنا لدينا مجلس شراكي بيننا وبين نقابة المهندسين في القضايا الفنية ونشترك معهم أيضا في كافة اللجان اللي بتهم هذا القطاع وبتخصه وبالعديد من الأمور الأخرى وعلى رأسها أيضا الهم الوطني هناك مجلس للإنشاءات مشكل من نقابة المهندسين ونقابة المقاولين هذا المجلس له أهداف رفع سوية مهنة المقاولات التعاون في تصدير المقاول والمهندس الأردني والمكاتب الأردنية المشاركة في موضوع الكودات ووضع الكودات اللي جان المشتركة بيننا وبين نقابة المهندسين الحقيقة يعني احنا باب التعاون بيننا وبين نقابة المهندسين مفتوح وكبير جدا حكي جميل جدا من أن نحكي على المعيقات شو نوع فيه أكيد إلا فيه معيقات في أي عمل مشترك ما بين نقابة المقاولين نقابة المهندسين وهي المكاتب شو هاي المعيقات والتحديات الموجودة حاليا الحقيقة احنا يعني لا نختلف كثيرا نقابات بيننا وبين نقابة المهندسين أو باقي النقابات عموما لكن المعيق أنه احنا وظيفتنا أن ننظم هذا العمل الهندسي سواء كنا المقاولين أو مهندسين من الذي ينفذ؟ الذي ينفذ هي الحكومة الحقيقة يعني هذا من خلالك نداء أنه احنا خلينا نتعاون وخلينا نجسد شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى نتمكن من رفع سوية الوطن وسوية المهنة أيضا لأنه هذا مطلوب كثير قضايا يجب العمل عليها بتمس المهنة ونحن ونقابة المهندسين الحقيقة إحنا يعني مهنة متكاملة يعني لا تستطيع فصل مهنة أو نقابة المهندسين ونقابة المقاولين لا بل ولا تستطيع فصل المهندس والمكتب الهندسي لأنه إحنا تيم واحد مجموعة واحدة نقوم بإنشاء هذا المبنى وأيضا متكافلين ومتضامنين في المسؤولية عنه بالتالي نحن نعتبر أنه نقابة المهندسين هي شريك استراتيجي لنقابة المقاولين الأردنيين تمام تمام ومن زوايا هندسية من هذا المنبر من ضم صوتنا لصوتك بأنه ضروري هالتعاون يظل موجود لأنه في مصلحة للمهندسين والعاملين في خطاع المقاولات هي مصلحة مشتركة بدنا نحكي بس على نرجع على موضوع الأسئلة اللي بدينا فيها في الحلقة وكان في موضوع اللي هو التختيم تختيم حكينا فيه مع المهندس عبدالله غوشي سابقا على تختيم المعاملات في المكاتب الهندسية في تختيم برضو في نقابة المقاولين ياريت بس نوقف عند هذه النقطة وعند هذه الظاهرة السلبية فعلا وشو أثرها على المواطن بشكل عام التختيم اسمح لي أتحدث بالبداية عن المواطن قبل أن أتحدث عن ظاهرة للأسف بدأت في نقابة المهندسين وانتقل اتباعا إلى نقابة المقاولين نحن لم يكن لدينا العلم هذه الظاهرة غير موجودة عقد المقاولة يحتم على المقاولة مسؤوليته عن البناء تمام والمقاول يعتبر خبير في مجال عمله وبالتالي هو مسائل ومسؤول مسؤولية عشرية عن بناءه أو عن ما يقوم به وعلى قاعدة أن الصانع أيضا مسؤول ونحن نعتبر أنه الإنشاءات هي صناعة بس توضيح لمشاهديننا المسؤولية العشرية التي هي المقصود فيها ويعني حقيقة أنا لما بتحدث عن حصر البناء بالمقاول يجب أن يعلم المواطن أنه هذا اللي صالحه يعني بالنهاية إحنا كلنا خلينا نحكي على الطاولة وبالشفافية تمام أنا بعيش طول عمري بشان أشتري شقة هل أنت هذه الشقة شفت الفحوصات الباطونة اللي فيها هل شفت فحوصات الحديد هل استلمت مخططات هندسية أزبلت دروينج لهذه الشقة حتى تستطيع التعامل مع الشقة يعني ممكن أنك بدك تشيل عمود أو تشيل لك شغلي لا يجوز هل أخذت معك مهندس هل هناك لهذا البناء هوية للأسف حقيقة يعني إحنا بدنا نعترف في نقابة المقاولين أنه ونقابة المهندسين هناك خلل وهذا الخلل بحاجة إلى علاج ما هو الخلل للأسف التنازل عن العقود زي ما تفضل زميلي هون العقود الصورية اللي بتتفضل فيها حضرتك آفة دخلت جديدا على نقابة المقاولين ويعني إحنا بدنا نوضح للناس أنه مش لصالحك يلجأ إلها المواطن ممكن معتقد أنه هيك أوفر عليه إحنا بنقول له الخطأ في البناء مشكلة والخطأ في حتى الحفريات اللي ممكن أنت تروح تلجأ أرخص لك لدوار من هالدواوير وتروح تجيب هالأليات وتبلش تحفر بنفسك أي واحد بقدر يعمل المقاول ببيئة لك مسؤولية المقاول مسؤول عن العمل الذي يقوم فيه والمقاول والمهندس مشتركين في المسؤولية حتى المسؤولية العشرية وبالتالي إحنا بنقول أنه يا مواطن انظر إلى مصلحتك أولا المصلحة تقتضي أن يكون هذا العمل مكفول والمصلحة تقتضي يا مواطن أنه لا تشتري شقة إلا لما تعرف مين اللي مسؤول عنها حقيقة يعني عما تيجي بالآخر تقول لي والله يتفرج الشقة شوف اللي صار فيها هذا الحكي توليت إحنا نقابة المقاولين مفتوحين إحنا الآن حقيقة يعني لدينا لجان ونحقق في كثير من القضايا نجد أنه هناك للأسف عدم وعي من المواطن نفسه أنه والله أنا لما بشتري هذه الشقة أو بشتري هذه المنشأة أو بتعامل مع مقاول أنا بوفر فلوس حقيقة أنت ما بتوفر فلوس هاي الفلوس رايح تدفعها بالصيانة رايح تدفعها بتعاملك مع هذه الشقة ورايح يعني ما يكون فيه أمامك ولا أمام القانون من هو المسؤول عن هذا البناء تم تعديل قانون البناء الوطني هناك مخالفين ونعترف فيهم هذا الحكي يمكن مصر له ستشهر القانون عاقب المقاول اللي بتنازل عن العقد للغير وهذا لا يجوز يعني عادة اللي بيصير واللي بنحكي فيه أنت بالتختم أنه بروح بختم هالعقد واللي بنفذه مصري أو مع احترامي للجميع أو الغير لا يجوز بنفذه واحد خلينا نحكي مش هو صاحب المسؤولية أو صاحب العلاقة ومش هو الشخص اللي مقم معه العقد بالضبط القانون بفصل المقاول اللي بيعمل هذا العمل إن ثبت ذلك والقانون أيضا يعاقب المهندس في حال عدم تواجده أيضا في المبنى والقانون عاقب المستثمر أو المواطن اللي بيقوم بهذا العمل ويعني تحديدا يعني قطاع الإسكانات أنت بتحكي بمال عام يعني لا يجوز إنه هذا المال العام يكون فعلت بهذه الطريقة وأنا بقول عنه مال غائب حتى يعني إحنا قادرين بنشتغل بشغلي هل هذا المبنى مكفول؟ من المساءل؟ بيراجعني مواطن بيقول لي الحجر بقع طب مين اللي اشتغل؟ طب هل فحصت أنت؟ ما بيعرف ما هو المواطن في الآخر يعني إحنا الآن بنعد بالنظام الأبني الجديد حقيقة يعني ويجب أن يكون للبناء هوية وهذا ما تطالب فيه نقابة المقاولين المقاول مسؤول عن المبنى المقاول لازم يعطي كفالة لهذا المبنى إحنا عنا بعقد المقاولة كفالة دخول عطاء تلزمه بأنه إذا دخل العطاء أن يلتزم بالأسعار المقدمة كفالة حسن التنفيذ تلزمه بتنفيذ هذا العقد وكفالة صيانة لمدة عام أو عامين حسب ما باتفق المالك مع المقاول وهناك الكفالة العشرية المضمونة بالقامل المدني الأردني اللي مسؤوليتها على المقاول وعلى المكتب الهندسي فكيف أنا يعني إذا أنا مسؤول عن هذا البناء عشر سنوات هل يجوز التنازل عن هذا العمل لأي إن كان؟ مين المقصر؟ يعني مين اللي قصر؟ مين اللي وصلنا لها الحالة؟ يعني إحنا بنحكي عن قطاع الإسكان أنا بقول الجهل وأنا من خلالك بهذا البرنامج المحترم أنا بقول أنه يجب أن نوضح للمواطن غالبية المواطنين للأسف لا يعلم ونقابة المقاولين أيضا من خلالك مفتوحها لأي مواطن يرغب أنه يقوم بالإنشاء نرشده كيف تتم هذه العملية وما عليه وما إله نحن جاهزين ومن خلال هذا البرنامج يجب أن نصلط الضوء على هذه الظاهرة الغريبة الحقيقة وهذه الظاهرة أدت إلى يعني عجز تشغيل عدد هائل من المهندسين والمقاولين حرمت هذا القطاع من عمله أولا ثانيا أخرجت كل أموال المواطنين الحقيقة خارج الوطن وهذا الحقيقة نضده حجم العمل بالقطاع الخاص بتجاوز العشرة مليون متر مربع ما بقول أنه كله مخالف بقولك أنه نعم هناك جزء منه مخالف جزء جزء كبير كمان ونقول أنه ومن خلال برنامجك سيكون لنا حملات تفتيشية وستكون من خلال ضابطة عدلية وأي مخالف لن نتهاون نحن في نقابة المقاولين معه مطلقا سواء كان مالك أو مقاول أو مهندس فيه لجان مشتركي رايح تطلع وتفتش ونحن الآن نفتش قاعدين ويعني الحقيقة أنه بدنا نخلص من هذه الآفلة أنه هذا أضر باقتصادنا ولازم يتفهم المواطن أنه لما بتعامل مع المقاول هو بيحفظ ماله وبيحفظ حقه ونقابة المقاولين مفتوحة وحتى لو حصل خلاف بينك وبين المقاول إحنا مستعدين نحلوه طيب إحنا حكينا على التختيم هي ظاهرة موجودة في نقابة المقاولين وبلشت من نقابة المهندسين شو الاتصال اللي بينك وبين نقابة المهندسين في هالموضوع مشان الحد منها يعني أنت تفضلت مهندس أحمد أنه إحنا ضابطة عدلية من أن نطلع المشاريع على المقاول ونطبق عليه والمهندس والمهندس كمان والتنسيق مع نقابة المهندسين هل ماشيين هم بنفس الروح أو بنفس العلية؟ يعني اللجنة مشتركة أصلا يعني اللجنة بيننا وبين نقابة المهندسين قانون البناء الوطني الضابطة العدلية الدفاع المدني والبلديات أو الأماني وبالتالي إحنا لجنة مشتركة بيننا والحقيقة الضابطة العدلية من أجل إنفاذ القانون فورا لأنه أنا أعتقد أنه هاي جريمة بحق المواطن والوطن وجريمة بحقنا كلنا يعني حقيقة يعني هذه آفة أنا يعني ضدها وحاربها ويعني حقيقة لازم إحنا كلنا نحاربها لأنه هاي بضيع الحقوق بالنهاية إحنا أين حق المواطن في هذا الموضوع وأين هدر المال اللي بخرج من البلد من خلال العمال الوافد وغيره وغيراته ألا يكفي ألا نستطيع أن نتوقف عن هذا العمل حقيقة إحنا لازم نأخذ إجراءات عملية كنقابة مهندسين بحق المكاتب المخالفة وكنقابة مقاولين بحق المقاول المخالف أنت وقعت عقد هذا مسؤوليتك بالعمل فيما يخص العقد المصانعة لا يا صديقي إحنا مش بس عقد المصانعة يجب أن يكون هناك عمل لأعمال التشطيب والأهم من هيك وهيك أعمال الكهرباء والميكانيك يعني حتى أعمال الميكانيك ليش نستهين فيها أنا بشتري شقة بمبلغ وقدره تمام وثاني يوم أنت بتصرخ بتقول والله بتنقط عراسي صحيح المي وبعض الأحيان بتقول خربت كل أجهزة الكهربائية طب عندك مخطط؟ بدنا نعالج لك في مخطط معاك طب أنت أعرف من مين تشتري الآن سيدي يجب التمييز بالعمل والتمييز بالعمل يتطلب منه أنه نشتغل الأمور حسب الأصول صحيح ما بجوز أنا أشتغلها على البركة وأقول والله أنا اشتريتها الشقة وبعين الله ما بجوز من تحاطط يعني تحويشة عمرك بهذه الشقة ما بسواء أنك تشوف لك مهندس يشوفها الآن إحنا حتى من خلال مشاركتنا في وضع نظام الأبنية الجديد يجب أن يكون هناك لكل مبنى في عمان وفي الأردن هوية تمام من المسؤول عن هذا المبنى؟ من هو المقاول المنفذ؟ من هو المهندس اللي صمم هذا المبنى؟ ومن هو المهندس اللي أشرف على هذا المبنى؟ ومن هو مالك المبنى؟ هوية كاملة يعني أنت لو اشتريت أي جهاز من الصين بتلاقي فيه مخططاته معه فحوصاته معه صحيح هل يعقل شقة يعني وعيشتريها بمئات آلاف الدنامير؟ لا يجوز ما أنت ماخذ ورقة فيها؟ لا لا يجوز طيب في عنا سؤال للهوع بخصوص المقاولات في قطاع الطاقة المتجددة هذا السؤال رح نسأله بعد الفاصل مشاهدين الأعزاء خليكم أنا أنا كيف بدأ أحافظ على الأمن الأمان وأنا الأمن الغذائي سيء والأمن التعليمي سيء والأمن الاجتماعي سيء راحنا على المدارس اليوم اليوم راحنا على المدارس والله إبا معي بريزي والله أعطيه المصروف والله أنا المواطن ممكن ينفجر في أي دقيقة لو جاءت الملك قال لك أنا بضغط من فوق ونتو ضغطوا من تحت واليوم نحقنا إنو نضغط من تحت اتعبنا في الأردن وإحنا بنقولكو مع ناس شو بسيباني لك؟ والله بلقف مثل يوم أرقى جيمات من شان أبيحن وأخر خبس ويوم أرقى خبس طريق والله بأغنى لا زفت فيه لا أكل فيه لا شرم فيه لا صح فيه لا تعليم فيه وبعد الحكومة مصرة إنو إحنا أمورنا تمام إحنا وين من مقولة الإنسان أغلمانهم؟ والله صار لي عشر سنوات ما أشتريت الغيف الخبس يمكن أشتريت ثلاث مرات طبع الحياة طبع الحياة ترجمة نانسي قنقر رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل مهندس أحمد قبل الفاصل كنا نحكي على قطاع الطاقة المتجددة وفيه سؤال بخصوصه قطاع الطاقة المتجددة هو بدأ بالأردن بسنة 2012 حسب القانون اللي صدر بالجريدة الرسمية بذلك الوقت عملنا فيه في برنامجنا حلقتين عن قطاع الطاقة المتجددة واتفقنا مع ضيوفنا في ذلك الوقت إنه فيه فعلا القطاع بلش بفوضى وما زال لغاية الآن بعاني من تخبط في القرارات هلأ نفس الشيء بالنسبة للمقاولين مقاولين تم متأخرا الطلب بمختلف أنواع المشاريع إنه يكون فيه عندنا مقاول أردني مؤهل ومرخص بالعمل في مجال الطاقة المتجددة مشاريع الطاقة المتجددة هي توقفت مؤقتا لكن هي مستمرة وهي قد تكون برضو مدخل لتصدير خدمات المقاولين خارج الأردن يريت بس لو تعطينا نبذة عن دور نقابة المقاولين في المحاولة لتنظيم العمل في سوق قطاع الطاقة المتجددة يعني حقيقة الطاقة المتجددة بالأردن إنجاز غلينا نعترف أنه إحنا بالأردن متقدمين جدا عن كل دول العربية بموضوع الطاقة المتجددة لأنه بدأنا مبكرا وأن تبدأ مبكرا هذا كويس المنطق بيقول أنه أنت اكتسبت الخبرة أولا استطاعت أنك تنجز أولا ولديك الكوادر للعمل أولا وقبل كل الدول العربية حتى تكون أنت منتج وتطلع خارج الأردن وتروح تصدر يعني هذه المعرفة المهمة جدا إلى مصر مثلا أو الإمارات أو الدول المجاورة تقدم الأردن لكن كيف تم العمل حقيقة نقابة المهندسين لم تغفل هذا الموضوع إحنا كنقابة مقاولين طلبنا من وزارة الأشغال العامة ضبط هذا السوق لأنه إحنا بنعرف أنه حتى هذا السوق تحديدا الطاقة حتى في أوروبا كان في مشاكل في ضبطه وتنظيمه من اللي بطلع له أنه يشتغل طاقة متجددة بحثنا مع وزارة الأشغال العامة إلى أن وصلنا إلى أنه الطاقة المتجددة هي عمل هندسي يعني بدخل فيه الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وكثير من الأحيان قد يكون فيه أيضا سيفل أعمال المدني وبالتالي هو محشور في موضوع الإنشاءات والمقاولات صحيح اللي من ضمنها الكهربائية والميكانيك فقمنا بتصنيف كافة الشركات المندرجة والمصنفة في مجال الكهروميكانيك وأصبحت هذه الشركات كهروميكانيك وطاقة متجددة وقلنا يا جمعة الخير هذا المقاول اللي بطلع له أنه يشتغل طاقة متجددة وضمن مسؤولياته وضمن اختصاص عمله الطاقة المتجددة لكن هل تم الالتزام بذلك للأسف سيدي لا يعني احنا نفاجأ بكتاب من دولة رئيس الوزراء وليس رئيس الوزراء الحالي حقيقة قبل دورتين لرئاسة الوزراء أنه يحق لذوي الاختصاص ممارسة هذه المهنة هل هذا يجوز؟ من هم ذوي الاختصاص؟ من هم ذوي الاختصاص؟ أي واحد فاتح يعني شب ممكن يعني أي واحد معه رخصة مزاولة ممكن أنه يستدعو لهذا العطاء وما إلى ذلك حقيقة لم نستفد ولم نستطيع أن نستغل ظروف الطاقة المتجددة اللي صارت في بلدنا أنا حكيت هذا الحكي لمحالي وزيرة الطاقة قلت لها أنه إحنا ما استفدنا من الطاقة مطلقا هل تستطيعي تصدير شركة مقاولات إلى الخارج؟ ما عندنا يعني المقاول اللي يجب أن تتوفر فيه الإمكانيات اسمه صح إنجينيرينج بريكورمنت مشيك وكونسركشن وكونسركشن هل هذا موجود؟ غير موجود المقاولين اللي هم جماعة مين اللي اشتغل؟ اللي اشتغل شركات أجنبية مين اللي دخل على هذا القطاع الدخلاء على هذا القطاع حتى المشاريع حتى مبارح يعني كان في عطاء يعني أنا مستغرب حتى من خلال وزارة الأشغال العامية يتم استدعاء ذوي الإختصاص ليش شلنا ذوي الإختصاص؟ أولا نقابة المقاولين مرجع ثانيا نقابة المقاولين تلزم ويعلم المقاول أنه هو ملزم بكفالة عمله وبالتالي أنت لما بتدخل ذوي إختصاص يعني أنا باختصار شديد بوزارة الصناعة والتجارة بقدر أعمل شركة وأروح أدخل في هذا العطاء هل هذا يكفي؟ هنا ممنوع ما بيجوز صعيد وهذا عمل هندسي وحقيقة يعني إحنا يعني ما استطعنا كنقابة المقاولين أنه نأهل المقاولين ومن خلال مركز تدريب المقاولين إحنا عملنا للمستخدمين لدى المقاولين العديد من الدورات في الطاقة المتجددة ودخلنا على هذا الخط بقوة وعملنا لهم أيضا دورات في السلام العامي والسلام المهنية لأنه هذا متطلب عالمي أصبحت تتعامل مع سكيل عالمي وبالتالي فورا مركز تدريب المقاولين بدأ بتخريج دفعات مختصة في مجال الطاقة المتجددة وبالتالي يعني إحنا ما من نقول أنه يعني هذا القطاع الحقيقة يعني قطاع ما أخذ حقه المقاول فيه ولا المهندس الأردني فيه هذا القطاع تم الاعتداء عليه ولا زال الاعتداء قائم على هذا القطاع حتى تريه طب شو إجراءاتكم مهندس أحمد لوقف الاعتداء يعني أولا يجب وقف كتاب دولة رئيس الوزراء بالسماح لذوي الاختصاص بممارسة المهنة لأنه هذا حقيقة هو سبب رئيسي في عشوائية هذا القطاع لازم يكون العمل من خلال مقاول مهتمة حسب القانون حسب القانون لا يجوز أن تخالف القانون بتعليمات تمام هذا هو الجانب الجانب الآخر يجب أن نتفهم بأنه هذه المشاريع مشاريع مجتمعية يعني هذا المشاريع مشغلة وبالتالي الأولى الأردنيين بهذه المشاريع ما بجوز أنا والله أقول والله أنا بدي أجيب المقاول الأجنبي وأدخله على المقاول الأردني لأنه ما عندي أنا ناس بتشتغل لا تقول ما عندي أنا عندي 150 ألف مهندس ما شاء الله نعتز ونفتخر فيهم وعندنا مقاولين قادرين على هذا العمل بالتالي إدخال المقاول الأجنبي حقيقة يعني هذا بعطل موضوع التشغيل هاي مشاريع مجتمعية هاي مشاريع تشغيلية إحنا بس بشأن نوضح المقاول الأجنبي إحنا دنقشنا الموضوع في حلقاتنا السابقة المقاول الأجنبي هو بدخل في المشاريع المتخصصة اللي حجمها كبير اللي بالميغة لا يستطيع المقاول هاي المادة 11 اللي فوق لا لا هو المقاول الأجنبي اللي منفذ عندنا بالقانون للأسف وهو قانون نقابة المقاولين هذا لما نوضع القانون بالسابق وإن شاء الله إحنا عنا تفكير أنه نغير هذه المادة أنه يحق للمقاول الأجنبي الدخول في حال المشاريع المتخصصة التي لا يستطيع المقاول الأردني القيام فيها هل لا يستطيع المقاول الأردني القيام بمشاريع الطاقة هذا مغلوط الكلام إحنا عنا مهندسين ومقاولين يستطيعوا القيام بهذه المشاريع لا بل ويجب أن يقوم فيها المقاول الأردني لكن في متطلبات للبنك الدولي أنا أتفهمها يعني أنت بتقدر تخلي المقاول الأردني يجيب المقاول الأجنبي في حال رغبة باستخدامه أنا لما بدي أكمل خبرة معينة أنا بجيب المقاول الأجنبي ليش المقاول الأجنبي يجي هنا ويعمل بيننا بزار وهذا اللي بصير هذا اللي حاصل هذا حقيقة الأمر وبعد هيك للأسف للأسف مرات بيجيب كوادره لفترة وجيزة جدا شهرين أو ثلاثة شهر دخول سياحة بنفذ المشروع بروح ماذا استفاد الوطن؟ لا شيء إحنا شو استفدنا من الخير بدراء؟ لا شيء وهذا أنا نقلته يعني هذا وجهة النظر نقلتها لوزيرة الطاقة وقلت لها للأسف يعني إحنا نحتز ونفتخر أننا إحنا أول البادئين بمجال الطاقة المتجددة لكن ما استفدنا منه القليل القليل وهذه حقيقة يعني لازم يعني ننوه لها ومن خلال برنامجك أتمنى أنه يسمعني المسؤول أنه هذه المشاريع هي مشاريع مهمة هي مشاريع تشغيلية وبدأت الدول العربية يجب أن يكون المقاول الأردني والمهندس الأردني طليعة لدى الدول العربية التي الآن تفكر بعمل مشاريع من هذا النوع وبالتالي إحنا يعني حقيقة يعني لازم نقول أنه كيف الطريقة لمنح المقاول الأردني والمهندس الأردني الفرصة في هذه المشاريع وكيف الطريقة أنه نشجع المقاول الأردني وندربه على العمل في هذه المشاريع تمام جينا حكينا على تصدير من ضمن حديثنا عن الطاقة أنه الدول المحيطة أو المجاورة لإلنا بلشت هلا بمشاريع الطاقة وجزء أساسي إذا بكون عندنا إحنا المقاول الأردني هو من الناس المعتمدين والمؤهلين لتنفيذ هذه المشاريع خارج الأردن زي ما تفضلت مهندس أحمد المقاول الأردني هو جاهز للتنفيذ لكن القانون والتشريع لا ما بيسهله عملية أنه يشتغل جوه البلد شو المانع أنه بهاي الفترة اللي هي فترة إيقاف المشاريع أنه يتم تنظيم القطاع وتسويق للمقاول الأردني كان في مشاريع الطاقة أو غيرها فبالنسبة لتصدير الخدمات أو تصدير المقاولات الأردنية إلى خارج الأردن شو دور نقابة المقاولين وشو الخطط اللي موجودة خلال السنة هذه اللي تنعمل لغرض التسويق للمقاول الأردني يا سيدي يعني هذا سامر دور من الدور إن شاء الله اللي يعني أنت لازم برضو تقوم فيه لأنه منفع الحقيقة للجميع أولاً يعني أنت بتذكر اللي حصل من كوارث طبيعية من بينها اللي حصل في البحر الميت ما كان فيه هجوم إلا على المقاول صحيح لا يجوز أنه نجلد يعني هذا الجلد خصوصاً أنه في مرحلة إعادة بناء في الدول المجاورة هل يجوز أني أقول والله المقاول بيعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة وبالآخر أقول بدي أصدره ابني واحد اثنين ثلاثة أربعة بدروح أشغله عند الناس ما حدا بيقبله أولاً يعني يجب أن تتوقف هذه الأصوات الحقيقة لأنه مش قطاع الإنشاءات زيه زي باقي القطاعات فيه اختلالات ونقولك فيه اختلالات لكن برضو فيه إشي نعتز ونفتخر إحنا كأردنيين فيه من بنية تحتية وبنية فوقية ما بيصير هذا الجلد العام لقطاع الإنشاءات كما يحصل وحقيقة هذا دور كل شريف يقول لا هناك إشي في قطاع من خلال المقاولين تم تنفيذه نعتز ونفتخر فيه ما بيجوز جلدنا بهذه الطريقة هذا جانب الجانب الآخر على الحكومات أن تتفهم أنه إحنا الآن في مرحلة ذهبية حقيقة ويجب الالتفاة إلى قطاع الإنشاءات وتفهم كافة مشاكله وعلى رأسها دفعات المالية للمقاولين لأنه ما بيصير أنا أكون مدخم بالديون وأروح أتصدر لبرا حقيقة يعني هذا موضوع أساسي ورئيس وعلى أيضا باقي الجهات من البنوك وغيرها وغيراتها أنها تقدم التسهيلات وهون يعني حقيقة أنا بدي أقدم شكري لمعالي المحافظة البنك المركزي اللي قدمنا بحدود مائة مليون دينار تسهيلات للدخول في مشاريع في العراق تمام وهذا المبلغ يعني حقيقة إحنا يعني فتح مجال أمام المقاولين سنويا للعمل بمشاريع مش أقل من ثلاثة مليار وبتالي هي فرصة متاحة لازم إحنا نرتب أمورنا هناك عدة جوانب فيها الجوانب الحقيقة يعني اللي على الحكومة تقوم فيها من عدة جهات سواء وزارة الأشغال العامة ووزارة الخارجية الاستثمار البنك المركزي وخلينا نحكي الأمور يعني نسميها بمسمياتها هناك توجه لدى الحكومة لكن يجب أن يكون هناك تفاهم لدى الحكومة أيضا أنه هذا القطاع إحنا لازم يعني ندفع مستحقاته لازم نساعد في تأهيله وتشجيعه للخروج من خلال حتى منحه وتسهيلات تمام بضريبة الدخل وغيرها وغيراتها وأيضا هناك واجب على المقاولين لا يجوز أيضا الذهاب بطريقة منفردة إلى تصدير المقاول اللي بنقصني وناقص عندي ممكن يكون مكمل إلو أنت فإحنا مع أيضا تشجيع الإتلافات واستحداث تصنيف الغاي منه تصدير المقاول الأردني والوقوف إلى جانبه أينما ذهب لأنه هذا مصدر من مصادر الدخل القومي تركية بدخل عليها عشرة مليار من خلال المقاولين وقطاع الإنشاءات على تركيا كل عام بالتالي لازم نفكر بهذه الطريقة ويعني نعطي هذا القطاع أهميته سواء كانت مقاولين أو مكاتب هندسية أو فنيين تمام مهندس أحمد خلينا مع بعض هل لو نشوف تقرير ثاني بوضح الإجابات اللي بتوقع زملائنا اللي شفناهم في بداية الحلقة الإجابات اللي بتوقعوا يسمعوها منك خلينا نشوفوا مع بعض التقرير الإجابة للسؤال الأول هذا الحق هي مطروعنا كم المقاولين ووعد على أنه بحق فيه مع وزير الأشغال والحقب السابق مع الوزارة السابقين وتحجدوا أنه الشكات ممكن تكون تتزور اللي بيزور شك بيزور كمبيالي كفالة بنكية ليش وزير الأشغال بتعنت أو هذا الحكي من صالح الدولة وإحنا بنقول بلد مدوني ليش نحمل فلوس زيادة للبلد بدون زيادة بدون أي فائدة أنا بتوقع النقيب حسب برنامجه الانتخابي أيام الانتخابات أنه يعني يكون فيه تعديل والصراع في هذا الموضوع والمطالبة بتعديلها وتحسين عقد المصانع الحالي السؤال الأول الإجابة بأعتقد أنه إذا تم التنسيق مع شركات التأمين لاستصدار مثل هذه الضمانات وأعتقد أنه شركات التأمين عندها القابلية بس بدها شوية شغل من النقابة باتجاه شركات التأمين بعقد لقاءات أخذ موافقات صاحب العمل عليها وأعتقد أنها ممكنة ومعمول فيها في كل دول العالم باستثناء الأردن طبعا السؤال الثاني أعتقد أنه النقيب عنده خلينا نحكي يعني عنده القابلية للشغل على موضوع تفعيل المادة ثمانية بشكل منظم أكثر من الوضع الحالي بده تكاتف من أعضاء الهيئة العامة أنا أعتقد إذا لقى نقيب المقاولين من أعضاء الهيئة العامة حدا يوقف معاه فعليا فيها بأعتقد أنها بتتنظم بتصير أفضل من هيك بكثير ورح يكون مردودها علينا وعلى البلد بشكل عام منتاز فوق المتوقع رجعنا لكم مشاهدينا مهندس أحمد شو رايك في الردود اللي سمعناها هل كانت متوافقة مع الأجوبة تبعتك هل في أي تعقيب عليها وأتصور في موضوع التأمين إحنا ما اطرقنا له يعني الشباب إحنا بشكل مباشر أنا متصل معاهم وهذه وجهة نظري اللي أنا حكيت فيها تتنطبق تماما يعني أنا بنفذ أصلا يعني توجهات الهيئة العامة وتوجهات ومطالب المقاولين العادل الحقيقة ومتوقع أنه يكون إجابة نفس اللي طرحوا الإخوان لأنه إحنا نحمل في نقابة المقاولين على رفع سوية المهنة وما تحدث فيه الإخوان أيضا في جانب من رفع سوية مهنة المقاولات إن شاء الله للخير للجميع بالنسبة لموضوع التأمين إحنا كان إنا لقاءات الحقيقة عديدة مع شركات التأمين لأنه اللي تفضل فيه صحيح في كل دول العالم فيه البيتبوند ومعمول فيها بدل من الكفالات وبدل من تكلف المقاول دفع كفالات للبنوك الحقيقة وإحنا حتى فكرنا ورحنا في فترة من الفترات إلى إنشاء بنك للمقاول يعني بموضوع الإنشاءات وفقط الإنشاءات وقطاع المقاولات تمام وبالتالي هذا حقيقة إحنا سيكون لنا جولات مع شركات التأمين الآن إحنا بحاجتهم في ضرورة حتمية في تصدير المقاولات لازم تكون شركات التأمين قوية بما يكفي حتى أنها تصدر بوالس التأمين للمشاريع والكفالات اللازمة لهذه المشاريع تمام لكن هذا غير معمول فيه الحقيقة في الأردن كما تحدث وإن شاء الله نأمل من شركات التأمين إنه تشتغل بهذا المجال وخصوصا الآن إحنا مقبلين على مرحلة التصدير لازم يكون لشركات التأمين برضو التحالفات اللازمة لإصدار البوالس التأمين اللازمة أيضا للمقاول طيب مهندس أحمد إحنا هيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا في دقيقة واحدة كلمة للمسؤولين في الحكومة الأردنية من دولة رئيس الوزراء للوزراء لوزير الأشغال يعني حقيقة يجب العناية بقطاع الإنشاءات بكل فروعه لأنه بالأردن إحنا قطاع الإنشاءات هو القطاع المتميز حقيقة ومشغل الأساسي حقيقة يعني قطاع الإنشاءات هو القطاع اللي شغال في البلد خلينا نحكي بكل وضوح وصراحة بالتالي هذا القطاع يجب أن يولي الأهمية القسوة في كل جوانب مشاكله العناية بهذا القطاع تشجيع هذا القطاع تقديم الحوافز لهذا القطاع يعني أنا بأمل أنه هذا القطاع سيكون له الدور الأكبر في القضاء على آفة البطال إن شاء الله ونأمل أيضا أنه يكون هذا القطاع هو المحرك الأساسي وإخراجنا من مشكلة من المشاكل الاقتصادية اللي بنعيشها اليوم ويعني بتمنى أنه يولو أهميته لأكثر والأقل تمام شكرا إلىك مهندس أحمد مشاهدين الأعزاء منكون هيك وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم منشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم بنفس الموعد تصبح على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر